اشتركوا في القناة فما هي المحددات التي يمكن ان تنقذ بها هذه الصناديق السيادية فترة ما بعد هذه الجائحة او ما بعد كورونا في تمويل القطاعات الاساسية التي تستطيع ان تحرك فوائل النمو او حركة النمو مرة ثانية في الاقتصاد العربي شكرا جزيلا دكتور على هذا السؤال وقد يحتاج منكم دعوة اخرى لي ولي اخرين للنقاش التحليلي حوله ولكن في ايجازة الصناديق السيادية كما تفضلت معني الدكتور موجودة الان حول العالم وهي بالعشرات يذكر انه اول صندوق سيادي تم تأسيسه كان بدولة الكويت في الخمسينيات وهو مازال موجود ونصيد عدد من الدول العربية الخليجية ايضا قامت بهذا عدد من الدول العربية الاخرى قامت بتأسيس لصناديق سيادية تحت مسميات مختلفة منها ما يسمى صراحة بالصندوق السيادية ومنها ما يأخذ اسماء اخرى العمل في هذه الصناديق في وقت الازمة والصدمات هي احتوائها ومسندتها خاصة للدول التي تعتمد على سلعة واحدة في التصدير كالبترول او غيره وشوفنا مثلا انه في حالة النرويج انه قاموا باستخدام جانب وهو اكبر صندوق سيادي حول العالم ومن افضلهم في ناحية الكفاءة الادارية ايضا في ادارة محافظه استخدموا جانب من موجودات هذا الصندوق لمسندة الموازنة العامة للدولة عدد من الدول العربية الخليجية قامت بامرين في نفس الوقت وبعضها خذت سحبت من هذه الصناديق لانها صناديق للانقاذ والمسندة في وقت الازمات فسحبت منها ولكن ايضا كما وجدنا في عدد من الصناديق العربية الخليجية انتهزت فرصة انخفاض عدد من اسعار الاسهم والشركات الناجحة وراح تشترك ايضا في اسهمها حول العالم فهنا لاها دور مهم في هذا الامر سواء كمسندة لانك تسحب منها في وقت الحاجة او انك تاخدها بشكل ايجابي استراتيجي لانك تشتري بعض الشركات المهمة عشان تزيد من قدرتها انا ارى ان هناك مستقبل جيد لهذه الصناديق حتى للدول ودي كانت يعني نقطة دخلت فيها حوار في بالاعتبار من عام 2004 عندما ناشت ان يكون لبلدي مصر صندوق سيادي ويكون هناك نوعين منه واحد لادارة الاصول الموجودة للدولة وده يمكن ادارته به العملة المحلية ولجازب الاستثمارات المحلية والاجنبية ولكن ايضا تحتاج كل الدول ان يكون بدلا تحط كل اموالك في الاحتياط من النقد الاجنبي الذي يستصمر في الخارج بعائد اقل ولكن بمخاطرة تقترب من الصفر انت ممكن على سبيل المسندة للإدارة المحافظة المالية او الاحتياط من النقد الاجنبي ان كل دولة لديها قدر من الطائد حتى لمؤقت ان تنشئ لها مثل هذا الصندوق وقد تفضل الدكتور ناصر بالاشارة مثلا الى لقاءنا السابق في سلطنة عمان الشقيق ومعروف ان سلطنة عمان عملت ايضا صندوق بدأ بسيطا متواضعا في البداية ولكن مع الزمن تجد الآن تراكم معتبر في موجوداته وبالتالي يعني اي نوع من انواع التراكم الذي قد يتحقق من ارادات من النقد الاجنبي من اي مصدر من المصادر يجب بالاضافة الى الاحتياط من النقد الاجنبي الذي يجب ان يدير البنك المركزي جنبا الى جنب وقد يديره ايضا بالتشارك البنك المركزي ان يكون لديك صندوق سيابي يقوم بالاستثمارات ومسندة الدولة سواء كما رأينا في الحالتين انك تسارد الدولة في وقت العواز والحاجة او تقوم باستثمارات تمتن من محتوظاتها المالية واصولها المالية شكرا معاليك الحقيقة لدينا عدد كبير من الاسئلة من الاخوة المشاركين سأحاول قدر مستطاع انه ادمج بعضها وبعضها سأشير اليه ولمعاليك حرية الاجابة على هذه الاسئلة السؤال من معالي الدكتور مصطفى حسين كامل وزير البيئة الاسبق في جمهورية مصر العربية بيسأل هل تأثرت اهداف التنمية المستدامة السبطاش بكورونا وهل سيظل الموعد لانفاذها عشرين ثلاثين وهل البعد الاقتصادي هو وحده الذي تأثر ام ترتب على ذلك الانهيار الاقتصادي بالتبعية انهيارا اجتماعيا وبيئيا هناك ايضا سؤال من المهندس محمد مصطفى عامر ايضا من مصر ما هو تأثير كورونا السلبي على الاقتصاد المصري في العام المالي عشرين 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 واحد وعشرين وسؤال اخر من السعودية من المهندس عايض الذويبي بيسأل هل القطاعات الاقتصادية تأثرت جميعا بجائحة كورونا وهل هي متساوية في التأثير وما هي الحلول هل نحتاج لتدخل صناديق الدعم الدولية وبالتالي نحن يمكن في السؤال الاهم بالنسبة لنا حول هذه القطاعات الاقتصادية التي تأثرت والتي ستشهد تغييرات دراماتيكية في انماطها هل لديكم مثلا معاليكم تصورا عن التعليم وتحديدا الجامعي ما بعد الجائحة تمام شكرا جزيلا اسئلة مهمة وبعضها تم الرد عليه جزئيا بما في ذلك السؤال الخاص بعشرين تلاتين والتنمية المستدامة ارى انه هناك عدد من الاهداف سوف تستفيد من هذه الازمة بضخ استثمارات ضخمة فيها في مجالات الصحة والتعليم هناك مجالات اخرى للأسف سوف تتعثر وبالتالي ونحن في السنة الاولى من من عقد التنفيذ الذي اعلنته الامم المتحدة انه من الان حتى عشرين تلاتين يجب ان ناخد الموضوع التنمية المستدامة بشكل اكتر جدية موضوع اولويات الاستثمار في هذه المجالات يجب ان يكون محل الاعتبار فانا ببساطة اشوف انه لو حطيت الهدفين اللي اتكلمت عنهم القضاء الفقر المطقع مع عشرين تلاتين وتحسين العدالة في توزيع الدخل والثروة حتى تتحقق هذه الامور ليست بالكلام ولكن هتحتاج انك تستثمر في التعليم والصحة تستثمر في فرص العمل والبنية الاساسية وتستثمر ايضا في التصدر تغيرات المناخ لانها من الممكن ان تؤثر بشدة على احوال الفلاحين والمزارعين والمتاخنين للسواحد وبالتالي الاثر هنا متباين على الاهداف على المستوى العالمي ولكن العبرة بالدولة المعنية هناك دول تتاخد بالفعل تمويل اضافي عام وخاص لتفعيل العشرين تلاتين واعتبرتها جرس انذار قبل الموعد بعشر سنوات انه يجب ان نقوم بالعمل الان وإلا لن نستطيع الانجاز التنمية المستدامة اخرين لأسباب مختلفات قيود مالية لدول في صراعات لدول محدودة الموازنة وايضا التمويل السخي من الخارج غير متاح عندها مشاكل وبالتالي يجب في السؤال على مسألة المسندة بالسناديق والدعم الخارجي او ما يعرف بالمساعدات الامنائية الدولية هتكون محل اهتمام موضوع البعد الاقتصادي في مصر نتحدثت عنه سريعا انه السنة المالية الحالية رغم ان الرقم موجب 3% ولكنه كان رقم وهو رقم اقل بالنصف تقريبا مما كان مقدرا ان يكون عليه وضع النمو الاقتصادي في مصر طبعا شوفنا ان هناك زيادة في ارقام البطالة خاصة في القطاع غير الرسمي والقطاع الخاص وده هيحتاج مزيد من الانفاق العام الموجه ولا لبعض القطاعات بعينها وللاستثمارات التي تحقق اتاحها لفرص العمل وتصور ان الحزمة المالية الاولى التي صدرت بهذا الشأن اخذت في اعتبارها من هذا الامر ولكن الامر يحتاج الى مزيد من المسندة المالية العامة والاستثمارات المشاركة من القطاع الخاص وازالة كافة العوائق التي تعوق حركة الاستثمار الخاص والعامة هل القطاعات الاقتصادية تأثرت جميعا لا زي ما شوفنا في الشكل اللي عرضتوا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هناك قطاعات زي تكنولوجيا المعلومات قطاعات زي الاتصالات القطاعات زي المنصات الالكترونية الصناعات الغذائية الصناعات الدوائية وكل القطاعات المسندة لها بالعكس زيادة كبيرة جدا وبالتالي كل من ارتبط بهذه الانشطة حتى المشروعات الصغيرة المتوسطة انتفعت لكن قطاعات زي السياحة والصفر والنقل والانتقال والتجارة التجزئة في فترة الحظ كلها للأسف تأرسلت سلبا وبالتالي عندما يقول وانا عارف ان الموضوع المشروعات الصغيرة ومتوسطة مهم ايضا للمنظمة العربية للتنمية الادارية مهم لديها ولكن عندما تقول مسامدة المشروعات الصغيرة المتوسطة يجب علينا ان نميز هناك مشروعات صغيرة ومتوسطة لا تحتاج ذات القدر من المسندة لمشروعات اخرى لانا لو قطاعك المشروعك الصغير في احدى الجهات المستفيدة قطاعات المستفيدة مش هحتاج بذات القدر للمسندة اخر حاجة بالنسبة للجامعات اتصور وهناك حديث كبير وانا كنت في حوار مع جامعتين يعني كنت بدرس فيهم في جامعة ووريك في انجلتورا وجامعة يورك وجامعات اخرى الحديث كله الان عن موضوع البلندد اديوكيشن او التعليم المدمج الذي يدمج بين التعليم التقليدي وايضا الوسائل التقنية الجديدة في عملية التعليم وده ليس فقط من ذا بالتعليم ونقل الدرس ولكن ايضا لإعداد الطالب للتعامل مع هذا العالم الجديد الذي سوف يكون فيه هذا المزيج بينما هو تقليدي اعتدن عليه وما هو عن بعد كما نتعامل الان أمامي عديد الاسئلة التي تفضل بها المشاركون المشاهدون وتتحدث تغريبا جميعها عن سيناريوات الخروج عصام عبدالعزيز من مصر وفعل الله ابراهيم من السودان محمد عز الدين من مصر مشتاق محمود من العراق ومحمد الشامي دكتور محمد الشامي كذلك من مصر تتحدث عن استراتيجية الخروج من هذه الازمة والجائح ولكم في ذلك كتابات كثيرة اسميتوها مسارات الخروج ولكن ايضا قيتوها بممنوعات فما هي هذه الممنوعات وكيف تستطيع بلادنا تجنب هذه الممنوعات حتى تسير في الطريق الصحيح المأمول والمأمون للخروج من هذه الازمة شكرا شكرا جزيلا عن الدكتور ويمكن وانا بتكلم زميل اللي ماسك الشرائح يطلع آخر تلت شرائح عن القواعد الرقبية قد يكون مفيد على سبيل السرعة في الإجابة على هذا السؤال ده أولهم في مسألة الخروج وقواعد الخروج احنا هنكون مقيبين بقواعد رقبية كثيرة جدا ممكن الاطلاع عليها الآن من كافة المواقع سواء المواقع الخاصة بالنظم الصحية أو القواعد الحكومية الصدرة عن الحكومات المركزية وأيضا عن الحكومات المحلية بالنسبة لنا هنا في الولايات المتحدة محلية قامتي الآن هتجد أنه ما أسميه قواعد بنسلفانيا بنسلفانيا دي ولاية هنا وأصدرت ست قواعد خاصة بالفتح منها أول حاجة الاعتماد الرقمي بمؤشرات صحية إنه بيقولوا إذا كان في عدد إصابات أقل من مثلا خمسين لكل مئة ألف فهذا الحي وهذه المدينة الصغيرة من الممكن أن تفتح لكن لو عندها أعلى من ذلك لا تفتح وإذا فتحت فهناك قواعد وهذه قواعد مثلا موصوفة هنا في هذه الشريحة اللي أمام حضراتكم سواء بالنسبة لما يجب أن تقوم عليه الحكومة من قواعد في التعامل معها أو ما يمكن أن تقوم به من مسندة للشركات المختلفة حتى تستطيع أن تلتزم بقواعد الفتح لأنه فيه التزامات صحية وأماكن للتباعد ومحتاجين أيضا تجهيزات لقياس الحرارة وللإسعاف للناس إذا احتاجوا أيضا فيه قواعد خاصة بعملات النقل والمواصلات والتباعد بعدة يردات أو عدة أنطار اللي بعده حضرتك القواعد ليست فقط قواعد للحكومة لكن أيضا للأصحاب الأعمال والمشغلين دي قواعد ملزمة صدرت في عدة دول من التي فتحت من قبل زي كل القواعد الخاصة بالأمان وما يعرف بالبروتوكول الخاص بفتح المنشآت ما يرتبط بمسندة العاملين التعامل مع كل القواعد الخاصة بكيفية العمل يعني أنا شفت طلعتها على بعض الدراسات اللي قامت ديها المنظمة الموقرة عن مسألة إنك أنت ما يعرف بالأوبن سبيس أو المجال المفتوح ومزاياه بالنسبة للتفاعل بين الناس وإنه يجعل المدير قريب من موظفيه هذا الأمر وفقا لقواعد الجائحة غير ممكن وبالتالي أصبح هناك خواصل واجدة لحماية الناس الأمر الآخر ما يعرف إنك تعمل موازنة مخصصة وتعرضها على الجهة المختصة متعندك موازنة مالية عشان تقدر تتعامل مع هذه المستجدات إنك تعمل ترتيبات مع كل الموردين والموزعين لك وإنك أنت كمان تبتكر طرق جديدة وتاخد عليها موافقة حتى تستطيع أن تيسل من عملك آخر حاجة قواعد رقبية جديدة فضل ده بالنسبة للمواطنين العاديين وإنت خارج كده فيه شرائح يومية كل يوم أسمع الراديو في تقريباً عشر دقائق بيراجع معاك إيه القواعد الخاصة بإنك تاخد الكمامات وإنك تاخد حضرك والتباعد وإنك توقف على مبعادة مثلاً اثنين ياردة أو أقل أو أكثر كل ما يرتبط بالنظافة والاهتمام بالأمعاد الصحية إن يكون دايماً عندك طبيب وعندك تأمين وإن يكون عندك تأمين على الصحة ضد هذه الأوبئة خاصة إذا كنت من المتعاملين بكثرة مع الناس فالقصة هنا قواعد 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 نظم رقبية جديدة فيه اكتهادات كبيرة في هذا الشأن بعضها هيستمر الفترة خاصة فيما يرتبط بالسفر وفتحه وشايفين أن عدد من المطارات بتعلن أنها مع منتصف الشهر القادم حيبق عدد كبير جداً من المطارات مفتوحة ولكن بس عشان نأدي مثل أقرب من هذه الأفكار أنه رجوعاً أيضاً الرئيس وزراء اليونان وأنا نتكلم عن اليونان كثيراً أنها معروفة بمشاكلها المعتادة في كل أزمة إذا كانت هناك أزمة فالتراجيبية اليونانية هي الأقرب للزوش وفناها كل الأزمات المالية لحسن حظ أهلها أن عندها رئيس وزارة وفق فيه مستشاره الصحي وأن الناس انتزموا به أما قالوا له طيب أنت هتفتح ولا مش هتفتح الاتفصاد قالوا طبعاً دولة سياحية وعايزين الناس تجينا وعندنا نشاط بس نحن نعمل بروتوكول للفتح وحنستخدم هذا البروتوكول في فتح مع بعض الدول قبل دول أخرى يعني هنعمل بروتوكول نصاً قال مع بعض الدول الإسكندنافية مش كلها وقال مع دول أخرى زينا في الأداء الصحي وما سؤل وأرجو أن حد من الأصدقاء هنا في أمريكا ما يزعلش من هذا الكلام أما قالوا له طيب وأمريكا لأنه كانت حوار مع بروكينجزين هنا في واشنطن قالوا طيب الأمريكان والسائحين الأمريكان بتاعهم لهم لا أمريكا is behind the curve أمريكا لسه يعني بعيدة عن المنحنة يعني أن يأتي اليوم أنه في دولة صغيرة الحجم أنها تقول لأمريكا الكبيرة الحجم والاقتصاد واختاح الصحي أنه لا متشكر أنا مش هفتح معاك باعتبارات صحية هذا هو العالم الجديد ليس فيه كبير إلا بما قام به من أداء في وقت الأزمة وبالتالي الحديث عن الأزمة التي اتكررته كثيرا أنها أزمة كاشفة باعتبار أنها بتكشف عن قدرات أنظمة إدارية وأنظمة صحية وأنظمة سياسية في التعامل مع الأزمات وأنها أزمة منشئة لأوضاع جديدة لأن هناك تغيرات نشوفها ليس بالضرورة تبقى التغيرات التورية ولكن تغيرات عما أعتدنا عليه زائد أنها أزمة معجلة في أشياء كنا نعتقد أنها ستحصل مثلا زي موضوع استخدام تكنولوجيا المعلومات أو غيره أو أن هناك صعود لبعض الاقتصادات الجديدة كنا نعتقد أنها سيطلع بعد كم سنة أو سيطلع في سنوات أقل شكراً جزيلاً شكراً للمشاهدة